موسيقى مرحبا أهلا وسهلا بكم أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف داعيا إلى نهج جديد في الوزارة مشيرا إلى أنه سيبعث إلى البرلمان هذا الأسبوع لاختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلا منه في خطوة قد تعتبر الأبرز بعد عام ونصف عام من الحرب لماذا أقال زيلنسكي وزير دفاعه في هذا التوقيت؟ هل الأمر علاقة ببطء تطور الهجوم الأوكراني المضاد؟ وأي تأثير للقرار على مجرية النزاع في أوكرانيا؟ في نبض العالم لهذا الأثنين نتابع الوضع في الأراضي الفلسطينية مع تنفيذ قوات الاحتلال لاقتحام آخر لمخيم جنين خلف ستة مصابين فيما أعتقل ثلاثة آخرون كما نبحث في ذات الجزء اعتزام حكومة ناتنياهو بناء جدار عازل مع الأردن لوقف عمليات التسلل حسب تعبيرها هل يعكس هذا القرار تنامي الشعور باللا أمن داخل الكيان المحتل؟ هل سيعزز الجدار الفاصل الجديد أمن الكيان في ظل أزماته الداخلية؟ وما تفسيرة إفراط حكومة الاحتلال في قرارات الأمننة؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محادثات بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بوتين خلال محادثات ثنائية جمعته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتيشي الروسي أكد أنه سيتم التطرق إلى الوضع المتعلق بالحرب في أوكرانيا لدينا ما نتحدث عنه من وجهة نظر ضمان الأمن في المنطقة بالطبع لن نتجهل القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية أعلم أنك تنوي إثارة قضية أوكرانيا وصفقة الحبوب نحن مفتحون على المفاوضات بشأن هذه القضية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهته وصف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بالملف المهم وأنه سيحتل حيزا واسعا من المحادثات التي تجمعه بنظيره الروسي يتطلع الجميع إلى قضية ممر الحبوب الدول الأفريقية تنتظر نتائج لقائنا اليوم بشأن تصدير الحبوب إنهم يتطلعون إلى ما ستصفر عنه محادثاتنا حول مبادرة البحر الأسود الرسالة التي ستوجه للعالم خلال المؤتمر الصحفي بعد ذلك سيكون اجتماعنا مهما للغاية خاصة الخطوات المتخذة للدول الأفريقية الأقل نموا هذا وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تدوينة أو قال على منصة أكسل إثنين إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان وكان زيلانسكي قد أعلن مساء لاحد أنه قرر إقالة وزير الدفاع ورشح رستم أوميروف خلفا لأوليكسي داعيا إلى نهج جديد وكان أوميروف وهو من من تتار القرم يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي وتوقع زيلانسكي أن يدعم البرلمان هذا المرشح هذا الأسبوع سيطلب من البرلمان اتخاذ قرار متعلق بالموظفين وأود أن أجيزه الآن لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حالة من الحرب الشاملة أعتقد أن الوزارة تحتاج نهجا جديدا وأشكالا أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع الآن يجب أن يتولى رستم أوميروف الوزارة يعرف البرلمان الأوكراني هذا الشخص جيدا ولا يحتاج السيد أوميروف إلى أي مقدمة إضافية وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح ولمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة عبر سكايب من موسكو مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات الدكتور آصف ملحم معنا عبر سكايب مرحبا بك ومعنا أيضا الباحث في أشؤون الروسية الدكتور محمود الأفندي أيضا من موسكو عبر سكايب مرحبا بكم أضيفي الكريمين دعنا نبدأ معك دكتور الأفندي طبعا زيلانسكي يقيل وزير الدفاع أي قراءة وما دلالات ذلك؟ أول شيء سيد أوقاتك سيد الكريم الأخوة المشاهدين له صديقي الدكتور آصف من موسكو ليس لديك أي دلالات بينما من الواضح أن من المطلوب على من الحكومة الأوكرانية محارطة الفساد نعلم جيدا أنه أحد شروط للدخول إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ونحن على أبواب قمة أمريكية أوكرانية ستكون قريبا جدا عند السيادة بالرئيس زيلانسكي لويك المتحدة الأمريكية يجب أن يقدم أنه يحارب الفساد لذلك تم إقالة بتهمة الفساد الغير مباشرة الوزير الدفاع السابق أنه كان يعني نوعا ما له عدة مشاكل في مؤسسة الدفاع بالفساد بيع العداد العسكري بأسعار أغلى حتى من المحلات الخاصة الموجودة في الكييف أيضا يعني معلم جيد هناك فساد في منظومة التجنيد أن هناك كثير هربوا من أوكرانيا من زباد العملية العسكرية الخاصة عن طريق الرشاوي هو قدم كامش فداء بنفس الوقت هو كان متزامن مع وضع صديقه وليس صديقه بينما معلمه الكلاموفسكي الذي وضعه في السلطان ما هو الحاملات الانتخابية أيضا وضعه بالسجن يعني قدم كامشين فداء للوقت المتحدة الأمريكية أنه محارب ضد الفساد لأن وزير الدفاع في أوكرانيا ليس كوزير الدفاع في دول أخرى مثال أوروبا ليس هناك أي دور عسكري هو فقط دور سياسي يمتلك وهذا ما أصبحت نوع من أنواع البراتيك في الدول الغربية بينما القادر الأساسي للقوات العسكرية والذي يقوده هو جنرال زالويني وقادر الأركان الأمكانية لذلك أنه هذا كما قلت للقرار السياسي وليس عسكري بالإضافة توجيه الأعلام أو توجيه محاول إعلام الذي لا يعلم ذلك أن هناك تغيير في التكتيك العسكري لتغطية ما يحصل الفشل الزريع اللي حصل للقوات الأوكرانية في العملية المضادرة نحن اليوم ثلاثة أشهر على العملية المضادرة النتائج الصفر على الشمال ليس هناك أي تقدم أوكراني بالإضافة إلى الخسائر كبيرة جدا لذلك تم اليوم قرار مهمت أيضا بوزارة الدفاع الأوكرانية بتجنيد حتى المريضين والمعاقين يعني المعاقين نفسيا بالإضافة حتى المرضين بالجيباتين سي وبمرض الإيدز يعني الآن يزمع لهم بتجنيدهم هذا يعني هناك نقص في الجيش الأوكراني فساد في الجيش الأوكراني بالإضافة أن هناك الظروف يعني العملية المؤكسة فشلت لذلك نرى هذا القرار يعني هو ضرب رئيس ليسكي عصف ورين بحجر واحد بيحاول قضاء على الفساد عن طريق يقدم كم شفيداء وفي نفس الموقع يحاول توجيه الإعلام نحو عدم الأسئلة لماذا لا تنجح العملية العسكرية المضادرة وكأنه هو السبب السيد ريسليك السيد ريسليك دارم جيدا لسه له أي علاقة في العملية العسكرية المضادرة يعني هو محامي لا يفقى شيء في العسكرة ولا في تطبيق الجيوش يعني هو عينة قبل العملية العسكرية في مصير خاصة بحوالي سلاسة أشهر يعني قال الرئيس مصير 505 نعم طيب دكتور دكتور آصف ملحم هل تذهب إلى ما ذهب إليها الدكتور محمود الأفندي طبعا في الحديث عن خلفية الإقالة الإقالة مرتبطة بالفساد المستشري في هذه الوزارة مساء الخير لكم والصديق دكتور محمود والسادة المشاهدين سيدي موضوع إقالة وزير الدفاع تحديدا يعني هذا الكلام بدأ منذ الشتاء تقريبا وكان هناك مجموعة من المرشحين أصدر أن أذكرهم بسرعة كان المرشح الأول هو نائب رئيس مجلس الزراء أليكسندر كوبراكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الصناعية أليكسندر كاميشنا ومن المتوقع أن يستلم أن يتسلم نفسه ريزم كوف وزير الدفاع أن يصبح سفيرا لأوكرانيا في بريطانيا الجهات الغربية كانت ترغب بتعين امرأة وزير الادفاع وكان من المرشحات ماريا برلينسكا وهذه المتطوعة تعمل في مجال الترونت وإذا تذكر جيدا عندما تم قصف المسرح الدراما في مدينة تشرنيكوف في الثامن عشر من آب الماضي كان هناك معرضة للترونت وكانت هي مشرفة عليه بشكل مباشر وعلى ما يبدو أن أسهمها انخفض بسبب هذه المسألة من المرشحات أيضا كانت إيرينا بيريشوك نائب رئيس الوزراء وكانت أيضا داريا كولينيوك مديرة مركز مكافحة الفساد هؤلاء كانوا أيدهم أجهة غربية في جهاز زيلنسكي نفسه يوجد صراع بين جناحين الجناح الأول وهو نفسه وزير ريزنيكوف وزير الدفاع ومدير مكتب زيلنسكي أندريا رماك وهناك أجابها أخرى يقودها رئيس جهاز الاستخبارات كيريل بودانف وزعيم اللجنة الأول كتلة البرلمانية لحزب الرئيس زيلنسكي المصمد خادم الشعب هؤلاء كان هناك بينهما تنافس شديد على تعيين خلف القضية قديمة ولكن الذي حدث كان هناك خلاف شديد عن من سيخلف وزير الدفاع الحالي أليكسي ريزنيكوف لذلك أعتقد أن لا يجب أن نتوقف كثيرا عند تغيير وزير الدفاع بل يجب أن نتوقف عند من سيخلفه وعن السيء المدعو رستم أميروف رستم أميروف صد نعب هو صديق مقرب من ريزنيكوف بالمناسبة ومن يرماك وبالتالي هو من نفس هذه الجرعة ولكن تعيينه بدأ الحديث عنه من بعض أعضاء مجلس الرادة نفسهم يارسلاف جليزنيك أيضا قال بأنه سيتم تعيين أميروف أميروف كان مساعدا للمجلس التتري القرمي لسيد مصطفى جيميلوف وجيميلوف نفسه عنده علاقات واسعة مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ونفسه أميروف كان يرافق مصطفى جيميلوف في العديد من أسفار خارج أوكرانيا لذلك أنا أميرا للاعتقاد بأن قرار تعيين أميروف هو قرار أمريكي تركي بامتياز وهذا يعكس نقطة في غاية الخطورة في الواقع ويدل على أنه قد يكون لتركيا يعني دخول مباشر على خط الأزمة الأوكرانية الروسية عن طريق تتر القرم لأن تركيا نفسها حريصة على العلاقات الثقافية الدينية مع تتر القرم وهي بمناسبة أعطتهم إقامات دائمة أصدرت قرارا بإعطاءهم إقامات دائمة في تركيا وغير ذلك الفساد الذي أشاره الدكتور محمود هو مستشري في جزاء الاتفاع هناك صفقات الألبساء صفقات البيت صفقات الأغزية أصبح مستشري إلى أبعاد الحدود وكان من الضروري إجراء تغيير ما ولو كان صوري أمام الرأي العام الغربي والأوكراني نفسه ولكن هذا تغيير لن يغير شيء لأن أميروف نفسه من نفس هذا الفريق الفاسد الصحة التسميع نعم دكتور محمود الأفندي طبعا قرار أمريكي تركي طبعا هل هذه الإقالة مرتبطة أن تتحدث نتحدث عن مجريات المعارك على الأرض وبطء الهجوم المضاد توقيت الخطوة لماذا أقال زيلانسكي وزير دفاعه الآن نتحدث عن الميدان تحديدا الميدان ليس له أي أهمية في الإقالة كما قالت دكتور عاصف هو كان متوقع من زمان وليس الآن هذه الإقالة ولكن هو ورى من المحاولة نعلم جيدا أن القيادة الأوكرانية تتعامل مع الملف ومع الحرب بروسيا على أساس الإعلام لماذا الإعلامي هم أوكرانية بشكل كبير؟ لأنها بحاجة لإجاز تقرير يومي أمام المولين عندما تحارب دولة بتمويل غربي بـ 95% هي بحاجة لتقديم تقرير يومي عن العمليات العسكرية فعندما ليس هناك ما تكتبه تبدأ باستهداف الأنف الروسي أو استهداف ما يسمى الطائرات المسيرة استهداف منشآت مدنية لتكتب بلاستهد تقرير عندما لا تستطيع ولا تملك هذه الطائرات وبحاجة لتصنيعها تذهب إلى إقالة وزير الانتفاع هي بحاجة إلى تقديم تقرير يومي هكذا ستتعامل حكومة أوكرانية أو النظام الأوكراني يتعامل مع كدولة أوكرانية يقدم شعبه كضحية يعني نعلم جيدا عندما تذهب إلى عملية معاكسة تحت ضغوط الخرب وهذا الرقم الهائل من القتلة يعني أذكر لك على سبيل المثال من يومين ظهرت تقرير خطيف جدا لأحد ما يسمى الصحفي البولنديين أو صحفيين الحرب بولندي ذهب إلى أوكرانيا وحوالي 20 أقام هناك وخرج بتقرير ظهرت الصحفي البولندية أن هناك رقم هائل 3000 مقبرة جديدة الآن للجيش الأوكراني يعني إذا كانت 3000 مقبرة قد انظر في المقبرة كام يعني إذا كان 200 واحد وصلنا إلى 600 ألف مقاطع هذا رقم جدا خطير لذلك هناك أوكرانيا دائما بحاجة لتقديم تقارير عن التغيير العسكري هذه التقارير يبدأ ما يسمى الإعلام الغربي بالترويج له وانتظروا هذا الوزير القادم سيكون أداه أحسن مع أن صديقي عاصف عطل كلمة صحيحة ليس هناك أي تغيير لأن نفسه هو رستام هو نفسه رستوم هو نفس فريق ريزني فليس هناك أي تغيير ولكن التعامل بهذه الحرب أمام أنت أجير ومعلم يجب الأجير أن يكتب تقارير يومية لماذا الفشل ويحول دائم إعلام لأن هذا ستستهلك الدول الغربية إعلامية لكن أن نقول أن هناك نوعا ما تغيير جزء في العملية العسكرية كما قلت لك في بداية اللقاء وزارة الدفاع الأوكرانية أو كشخصية وزير الدفاع لا تملك قوة عسكرية القوة العسكرية للأركان هذا أمر مهم جدا لو أقيل الجنرال الزالوجدي يمكن أقول هناك تغيير في التكتيكات العسكرية بينما وزير الدفاع حتى ضمن الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني الذي يحارب على الجبهة أغلبية الجيش الأوكراني يلعب ما هو اسم ريزنيكا لا يعلم ما هو وزير الدفاع لأن وزارة الدفاع في أوكرانيا بالنظام التي هذا بعد الإتقلاب الدموي غيرت الأوكرانيا أنظمتها وأصبحت قريبة من الأنظمة الأوروبية هذه الأنظمة لا تعطي أهمية وتأخذ لها تجنب أن يذهب مدنيين لمحاولة سيطرة سياسية من قائد الدولة على وزارة الدفاع حتى لا تصبح وزارة الدفاع ولا يستطيع وزير الدفاع أن يستطيع بقيام انقلاب عسكري في حال رفضه لذلك وزير الدفاع يكون لعبة في يد الرئيس هذا هو الأنظمة الغربية على سميل ميسان فاندرلاين كانت وزير الدفاع ألمانيا فاندرلاين هي الدكتورة نسائية يعني وزير الدفاع البريطاني كان محامي وزير ريسديكا بنفسه محامي يعني حتى لا يعرف الجيش ولا يعرف أسلحة حتى هناك أخطأ فضيعة يعني الأخطأ فيها في هذه الحرب كانت يعني مشكلة على سميل ميسان أعطيك ميسان مطلعك روعة ما عندما أظهر صورة للصواريخ شتورمشادو وصورة أمام الأعلام كان هناك الطائرة واسم القاعدة العسكرية تاني يوم مباشرة قصفت في كاستانتينوبل في كاستانتينوبل قصفت هذا المقر العسكري وهذا المطار العسكري لو لم يسهم ريسديكا في هذه الصورة لم يستطعت روسيا أن يبتلع هذا لذلك أصبح ريسديكا عميل مخابرات روسيا بالخطأ يعني هذا دليل هذا نتيجة أن تضع إنسان مدني على قيادة وزير الدفاع وخصوصها في وقت الحرب يعني في وقت السلم يمكن أن نقول نوعا ما ولكن في وقت الحرب يجب أن يكون مختص عسكرية أقل ولا خلفية عسكرية يعني من ترتيب العسكري طبعا نعم دكتور آصف طبعا اتفقت مع ضيفي على أن أوليكسي ورسطوم من نفس الفئة نتحدث عن رسطوم في جزئية محددة لإسم المقترح خلفيته كعضو في الوفد الأوكراني الذي شارك في عدة جوالات من المفاوضات مع روسيا ربيع عام 2022 ماذا تعني وأي أهداف ترجى من هذه الشخصية في هذه الجزئية دكتور آصف سيدنا أنا أعتقد أنا أعتقد تركيا تحاول يعني أنا قلت هو قرار تركي أميكي أغلب الظن يعني أنا أعتقد أميني إلى هذا إلى هذا الخيار يعني تركيا تحاول أن تلعب دورا ما في هذه الأزمة تحاول أن تدفل في هذه الأزمة جميعنا يعلم حتى قبل الحرب قبل العملية العسكرية الخاصة كان هناك ابتخذ قرار في تركيا يعني على المستوى والاستخبارات ووجه هذا القرار إلى المقاتلين الموجودين في مواطن محطة إدلب السورية بالتجهز للتجهز للزهاب إلى شبه وإلى أوكرانيا للحرب هناك وقد تجهز وحتى أنا عندي يعني قائمة الأسماء المستعارة لكل هذه المجموعات التي تحارب في إدلب يعني ولكن القرار السيانسي لم يكن قد اتخذ بعد تلك الفترة أي قبل العملية العسكرية الخاصة لتركيا أطماع أطماع نعرفها جميع في شبه جزيزيز القرم وهي حتى هذه اللحظة بالمناسبة لا تعترف بسيانة بسيانة روسيا على شبه جزيزيز القرم وتستخدم التتر يعني الموجود في جزيزيز القرم كورقة مع العلم أن روسيا يعني عندما ضمش في جزيزيز القرم اعترفت قالت نحن نعترف باللغة التترية نعترف بالحقوق الثقافية والدينية لموثلي هذه الثقافة وعددهم ليسا كبير حوالي مئة ألف يعني والباقي كله روس تقريبا وبالتالي أعتقد أن هذا تعيين رستم أميروف تحديدا أعتقد أنه محاولة لصناعة جسر بين تركيا وشبهزية القرم إلى أي درجة سنتطور هذا الأمر يعني ما صعب التنبؤ ولكن وفق علمنا بالسياسة التركية المتخبطة دائما يعني والتي قد تتخذ في كثير من الأحيان تتخذ تركيا كمطية لعبور المشاريع الأمريكية إلى المنطقة يعني نحن نعلم جيدا الخرطة التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية في العداء إلى سوريا وبالنهاية وجدت تركيا نفسها أمام واقع جيو سياسي يعني يكاد قيام الدول الكردية قابة قوسين وأدنى ومصالحها هي بشكل مباشر معددة لذلك أخشى ما نخشى أن تنخرت تركيا في هذا المشروع الخطير الذي سيهدد استقرار تركيا نفسها وأعتقد أن تعيين أميروف أو الميل لأنه نقول الدواء الغربية تتدخل كانت في البداية ترغب بتعيين امرأة ولكن الخلاف كان كلها حول من سيتم تعيينه وباعتبار أنه تم تعيين أميروف فهذا إشارة واضحة على أن لتركيا يد واضحة في هذه القضية وأيضا أطلاقها يجب أن نضيف أيضا أطلاقها لعناصر آزف عناصر آزف هناك مشكلة كبيرة حولهم يعني أردوغان نفسه تعهد بإبقاء هؤلاء العناصر عنده في تركيا ريثما تنتهي العملية العسكرية الخاصة ويتعهد أمام الرئيس بوتين وماذا فعل وعلى أن لا يمارس هؤلاء العناصر أي نشار سياسي أو إعلام مدامهم موجودين على الأراضي التركية ماذا فعل أردوغان لم يكن في مطلق صراحة بل سمح لهم وهم موجودون على الأراضي التركية بالتواصل مع بعض الشخصيات في فنلندا وفي إسبانيا والمدعو دينيس بركوبينكو قائد مجموعة آزف هو من أصول كاملية بالمناسبة وبدأوا يحرضون وبعض المسؤولين في فنلندا أيضا من الجزور الكاريلي لأن الكاريليا القومية الكاريليا متوزع على جنب الفلندية الروسية وبدأوا عندنا جمهورية كاريليا الروسية وعند مقاطعة كاريليا أيضا الشمالية في فنلندا وبدأوا يحرضون على خلفية أثنية عنهم يعني يشعون نوع من الصدام على أساس أثنية في تلك المنطقة وهذا يهدد بشكل مباشر الأمن القومي الروسي والتالي يعني لا لا نستبعد أن يكرر الرئيس أردوغان أخطاء الرئيس صدام حسين ويدخل في هذه المعركة دون حسابات دقيقة ويكون هذا بالواقع خطير على تركيا نفسها قبل غيرها نعم دون حسابات دقيقة دكتور محمود الأفندي نضيف إلى ما قاله دكتور آصف ملحب نتحدث عن تركيا نتحدث عن اللقاء الروسي أو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم طبعا من سوتي الرئيس الروسي قال إننا سنبحث مستجدات الوضع في أوكرانيا ومستعدون للتفاوض بشأن اتفاق الحبوب طبعا مع لقائه بأردوغان كيف تنظر إلى هذا اللقاء دكتور محمود بظروف انعدام السقة بشكل نهائي يعني بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين وخصوصا بعد الخيانة اللي برأي هي خيانة لا أكثر إذا ما أطلق سراح قوات أزوغ يعني كانت هناك خيانة بالتعهد الشخصي نعلم جيدا أن علاقات تركيا الروسية قائمة أكثر على السقة بين الرئيسين نعلم جيدا أن تركيا وروسيا حوالي 14 حرب كانت ماشرة بين بلادهم فدائما التعامل الجميلماسي يكون شابك وصعب جدا لذلك هي تقارب الشخصيات الرئاسية هذا ما يسمى تاريخ على علاقات دائمة إن كان السوبيتية وإن كان الروسية مع تركيا لذلك أنا في ضعي وخصوصا أيضا بإتفاقية الحبوب يعني تركيا خلت إتفاقية الحبوب بشكل كبير يعني هناك مهم لتفتيش السفر يعني لماذا الروسيا أقلقت الموالد الأوكرانية الروسيا أقلقت الموالد الأوكرانية لعدم وصول الإندادات العسكرية إلى الموالد لأن الإندادات العسكرية تكون أرخص وأسهل بنقلها بحرية وأكبر لذلك كان المفروض من وزارة دفاع التركية أن تفتش هذه السفر وروسيا ديها معلومات أكيدة أن هذه السفر كان هناك فوطن وزارة دفاع والفعل دخلت محدات عسكرية كبيرة ولا بدأت الروسيا الآن تغصبها شيئا فشيئا يعني كيف فلوسيا تستهدف الآن اليوم مناء إسماعيل حوالي أربع مرات ودسة أيضا لأن كل هذه موجودة على الموارد هذا يعني أن السقة أصبحت عدم موجودة للرئيسة ولكن هناك مصالح تجارية أو اقتصادية تفوق هذه السقة لذلك رأينا الرئيس موتن عندما استقبله قال على إثناء اللقاء للتفاح قال نعلم أن نعلم أن نعلم مقترحات لاتفاقية الحموم فنحن مفتوحين ولكن روسيا أعلنتها عدة مرات وأعتقد أن الرئيس أردقاء روسيا لن تتقدم باتفاق الحموم ولن تعود عليها إلا بتطبيق الاتفاقية يعني كما يقول الدفع أول روسيا تعاملت مع الاتفاقية على أساس الوقود وعلى أساس التعهدات إن كان الرئيس أردقاء إن كان جوتيريش ولكن ما كسبت خلال سنة من اتفاقية الحموم كسبت أن هناك أسلحة دخلت إلى الموانئة الأوكرانية خسرت وخسرت بالإضافة أن ينزع نظام سويف إلى مصر بالزراع الروسي أن تزع بالسفن الروسية بالحبوب بالضمانات ما يسمى شركات الضمانات الحرية بالانتقال من الموانئة الإقليمية كان المفروض أن يعمل مبوب السمات بين مدية تلياتي ومدية قدسة ومغلق حتى الآن بالإضافة هناك 180 ألف طوم من الأسمة ترويد روسيا أعطاها مجانا إلى أفريقيا محجوزين في محل المطيق خرج منها فقط 25 ألف طوم لذلك روسيا اقتصادية لم تستمت أي شيء بل خصلت أيضا معسكرية فروسيا تريد الآن حتى لو قدر رئيس الردقان السيقة أصبحت معدول يعني قدر رئيس الردقان يمكن بعض الاختراحات أو تغيير من الاتفاقية ولكن روسيا من كلام الرئيس بوتر في الاتفاقية من الواضع أنه وصل إلى مرحلة عدم السيقة يعني ادفعوا أولا أخطوا الخطوة أولا حتى نخطوا نحن ونعود الاتفاقية أو موجود الاتفاقية جديد ولكن يجب أن نكون ادفع مسبقا لذلك أنا في رأيي هذه الزيارة مشبكة يمكن أن تذهب إلى احتمالات أخرى يعني على سبيل مثال كما قال رئيس بوتر أن تدرسوا ملف السوري ملف المفاعل النووي التركي ملفات أخرى تجارية ولكن روسيا لم تسمع هذه الملفين لا وسطها بين أوكرانيا وروسيا عن طريق تركيا وهذا الأستاذ عاصف محق ويمكن توقيت تغيير وزير الاتفاع اليوم مع ليلة الزيارة الرئيس أردغان يعني هذا نوع من أنواع اللعبة التركية الأوكرانية بالإضافة أن روسيا لا تسق بوزارة الاتفاع التركي وخصوصا في الاتفاقية حبوب التي أسمتت روسيا يعني فتش لعبدالصفون كانت زائمة كانت في تركيا تعمل بين تركيا وأوكرانيا فتشتها روسيا وميناء راستوف وميناء راستوف ومتاجان روك ووجدت مواد يعني نوعا ما مواد متعلقة بالمتفجرات يعني هذه السفن كانت تحمل متفجرات وزخيرة طيب أنا برأيي أن الموضوع شائق وأعتقد أن روسيا لن تعمل أي شيء إلا إذا قدم الغرب أو بدأت الراحة بالتعادة الأمريكية بتنفيذ الاتفاقية هي اتفاقية من الطرفين فأردغان يحاول التلميع نفسه سياسيا عن طريق هذا اللقاء بالإضافة أنه يعني لديه جرب المحاولة ولكن موسى تغيرت 180 درجة من سنة وحتى الآن نعم إذن لن ينتظر الكثير من تركيا على قولكم الدكتور محمود دكتور آصف ملحم كآخر سؤال ثلاثون مبادرة سلام للتسوية نتحدث عن هذا اللقاء بين أردغان وبوتين هل ننتظر مبادرة أخرى التحرك تركي إيجابي مع أنه الدكتور محمود الأفندي لم يذهب غير متفائل بهذا الخصوص سيدي في هذه النقطة تحديدا أردغان لا يستطيع نقل شي العقوبات المفروضة من العقوبات المفروضة هي من الدول الغرية وأردغان غير قادر على فعل شي في هذه المسألة على الأطلاق في هذه زيارة أردغان كما أشار الدكتور محمود فيها الكثير من النقاط اللي يبحث بين الطرفين مفاعل نوع أكويو في تركيا السير التركي الجنوبي يعني السورية إلى آخر هناك كثير من الملفات ولكن في ملف الحبوب تحديدا تركيا غير قادرة فعلا على فعل أي شيء ويجب أن نخطئ القول أن زيارة أردغان والمحاولة بدفع في ملف صدف الحبوب ليس حرصا على الجياع بل لأن تركيا مستفيدة في الواقع من هذه الاتفاقية بشكل كبير النقطة الثالثة بإشارة إليها أن الدول الغربية هي من تعاني الآن من خروج روسيا من هذه الاتفاقية وليس روسيا روسيا تحاول إيجاد مخارج وهي تقول دائما نريد القضاء على الدولار ومنذي التخلص من الهيمة الغربية وبالتالي مصلحتها عدم العودة إلى هذه الاتفاقية على الإطلاق بالرغم أنها تقول أننا نريد العودة إلى هذه الاتفاقية وهي مفيدة لنا وما شرح ذلك ولكن الذي يحدث الآن أن أوكرانا تصدر منظم منتاجها عبر دول أوروبا الشرقية وهذه دول غريقة في الواقع المنتجات الغذائية الأوكرانية وبدأ المنتجون المحليون يعانون من رقص الأسعار وبالتالي أعتقد أن أطراف الغربية من مصلحتها أن تتنازل وتعيد وصل السريفت في المصرف الزراعي الروسي وتعيد بعض هناك الأمم المتحدة طرحت هذا الأمر قالت من الممكن أن يعاد وصل السريفت في المصرف الزراعي الروسي وأن تحرر بعض الأصول للشركات الغذائية في الدول الغربية وأن تحرر الأسمد المحجوزة في المرافق الغربية هذه بعض الظنود التي سربت عن الأمم المتحدة وليس عن تركيا أما تركيا فهي حقيقة غير قادرة على فعل أي شيء بل هي تحاول الضغط في هذا الاتجاه لأنها مستفيدة من هذه الصفقة أكثر من غيرها واضح واضح جدا مدير مركز جي أس أمن الأبحاث والدراسات الدكتور آصف ملحم شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من موسكو عبر سكايب شكر موصول لك أيضا الباحث في الشؤون الروسية دكتور محمود الأفندي كنت معنا من موسكو أيضا عبر سكايب أشكركم جزيلا الشكر ضيفي الكريمين على المشاركة معنا في هذا الجزء من نبض العالم مشاهدين مستمرون معكم في نبض العالم فاصل قصير ثم نلقاكم في الجزء الثاني من نبض العالم اشتركوا في القناة